صباح الخير يا بنيت صباح الخير يا سارة صباح الخير يا سارة هي فين أروة؟ لزا ما جاتش ولا إيه؟ ولا مش هتيجي النهاردة؟ أكيد هتيجي بس ممكن تكون اتأخرت شوية على فكرة بكرة عدميلاد أروة عايزين نفكر بقى نشتري لها هدية إيه؟ بكرة عدميلادها؟ هو أنتو هتشتري لها هدية؟ أيوة طبعا لازم نشتري لها هدية إحنا متعودين في عدميلادنا نعمل حفلة وبنجيب هدية لبعض آه آه أكيد أكيد مالك يا سارة في حاجة مضايقاتي؟ لا لا يا بنات مفيش حاجة المهمة بقى عايزين نشوفها نلبس إيه في حفلة عيد ملدها وكمان عايزين نختار الهدية هتيجي معنا يا سارة؟ لا مش هينفع عاجي معاكم لأن مامتي بتحب تختار لي كل حاجة فلازم نروح مع ماما طب وإيه المشكلة يا بنتي؟ هنعد عليكي ومعنا العربية والسواق ونروح المول نعمل شوبينج كل واحد فينا يختار اللبس اللي هيلبسه ونشتري لها هدية حلوة وقل المامتك ما تقلعش عليكي لا مش هينفع أصلي ماما مش بتسيبني أبدا طيب خلاص درق على العموم براحتك بس إحنا حبينا نقولك عشان ما تتفاجئيش أما أروح تعزمك في عيد ملدها طيب كويس أنت قلتولي على الأقل عشان أفكر في سبب أقوله لها عشان ما حضرش العيد ملد أكيد مش هعرف أشتري اللبس ومش هعرف أشتري هدية كلكم يا بنات معظمين في حفلة عيد ملادي مامي عاملالي حفلة كبيرة أول طبعا كلنا هنحضر أكيد يا بنتي وإحنا محتاجين أن أنت تعزمينها وطبعا يا سارة أنت مش محتاجة أن أنا أقولك معلش يا أروح للأسف أصلا نسيت حاجة مهمة أن احنا مسافرين بكرة عند ناس قريبنا طيب يا بنتي ما تأجليها خليها بعد بكرة لازم تحضروا حفلتي بابا وماما مش هيوافقوا طيب أديني رقم تليفونهم وأنا هتصل بيهم وأقنعهم وأخلي كمان السواء يعاد عليك في البيت ويجيبك عشان تهدري معانا ها لا لا خلاص مش مشكلة أنا هتكلم معاهم وحاول أقنعهم تلاقيك مش عايزة تهدري عشان مش عايزة تكلفي نفسك وتشتري هدايا الأروح لا بالعكس طبعا إذا أنا أشتري لها أخلى هدايا كمان يا بنتي أنا مش عايزة هدايا أنا عايزكم تيجوا تقضوا معايا يوم حلو بيبقى يوم جميل ونبست لغم تيجي يا صار خلاص يا بنات أوعدكم أن أنا إن شاء الله هحضر أصحابي الحلويين عاملين إيه يا ربي تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا وصلوا الفيديو ده لخمس تلاف لايك وكمان عايزة كل واحد فيكم يكتب لي كومنت حلو وكمان اسمح سابكم في رابلوكس وما تنسوش أهم حاجة لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة أسيبكم بها تكملوا الفيديو ماما ماما هي ماما فين أهلا أهلا ثارة ماما هعايزة أنزل أشتري لبس النهاردة لبس لبس إيه اللي هتشتريه أصلي يا ماما وقد صاحبتي عامل عيد ميلادها وبعدين دي غنية جدا وكل البنات هيشتروا لبس جديد عشان يحضروا بيه الحفلة لازم أكون زيهم يا ماما والبس لبس جديد أنت عارفة أن احنا مش معنا فلوس ومستحيل طبعا أشتري لك لبس دلوقتي طيب وبعدين يا ماما أعمل إيه ولا حاجة البس لبس من اللي عندك لبسك كله حلو يا حبيبتي اللو إيه بس يا ماما دول بيلبسوا برندات يا دي المدرسة والمشاكل اللي هتجلنا منها ولا مشاكل ولا حاجة يا ماما انزلي معايا بس نشتري لبس جديد مش هينفع يا سارة البسي حاجة من اللي عندك ماشي يا ماما هلبس أي حاجة من اللي عندي طيب ممكن تديني فلوس بها عشان أشتري هداية لو على الهداية ماشي يا حبيبتي لازم برضو نشتري لها هداية هديكي فلوس اشتري لها ألم شيك ألم شيك؟ ألم إي بس يا ماما بقولك كل البنات هيجيبولها هداية حلوة وهيبوا لابسين لبس حلوة أنت عايزان يا أباقال لوحدة فيهم ولا إيه؟ سارة مش هينفع كده هوحنا غلطنا أن إحنا وفقنا أنك تدخل المدرسة دي ولا إيه كل واحد لازم يتصرف بطبيعته أنت لازم تبقي طبيعي عايزين يبقوا أصحابك ويكملوا معاكي ماشي مش عايزين خلاص خليكي في حالك بقى ماشي يا ماما خلاص أنا مش محتاجة حاجة أنا هلبس أي حاجة من اللي عندي وكمان هشتري لها هدية بسيطة يوه مش لقي لبسة حلوة لبسه خالص أعمل إيه أعمل إيه؟ أنا هدور في الدولاب بتاع ماما ممكن يكون عندها لبسة من زمان شكله حلو وهو برضو اللبس القديم أوقات بيبقى موضة برضو يعني مش لو كان معهم فلوس إيه؟ لأ اللبس ده كبير أنا هدور في اللبس اللي ماما شايله في الشنطة دي إيه الشنطة دي؟ معقول يا ماما كل دي شنط الدهب وبتقول أنت يا بابا أنتو مش معاكم فلوس طب ليب تضحكوا علي وتخبوا علي أنتو معاكم فلوس ده إحنا لو بقنا جزء بسيط من الدهب اللي أنتو مخبيينه ده هنبقى أغنية هقدر أشتري لبسة حلوة واشتري كسسورات حلوة وكمان أغير الموبايل الوحش اللي معايه ماما أنا خرجة رايحة فين يا سارة؟ هروح أشتري هدية يا ماما لصحبتي هشتري لها قلم شيك كده على قد فلوسي طيب يا حبيبتي ماشي بس ما تتأخريش حاضر يا ماما دلوقتي بقى هدخل المول أبيها الأسورة اللي أنا أخدتها واشتري لبس جديد حلو وكمان أشتري لبسة جديد حلوة وكمان أشتري الأروه هدية جمدة عشان كل البنات يعرفوا أن أنا غنية زيهم وبالبس زيهم بالظبط أنا مش أقل منهم في حاجة الله يسمحك يا بابا أنت وماما مخبيين كل الفلوس دي مش عايزين تدوني منها حاجة بس خلاص أنا بعرف أتصرف يا سلام اللبس ده عاجبني قوي هو المحل ده اللبس كله غالي وشيك قوي يعني لو اشتريت من عنده كل البنات هيعرفوا أن أنا زيهم مش أقل منهم أبدا أما أدخل بقى أختار اللبس بس أنا لو نزلت من البيت باللبس ده وماما شافتني هتقول لي جبتي منين أنا نزل ألبس أنا نلبس لبس عادي وانزل الأودة اللي في الجنينة أغير لبسي وامشي وأنا رجع برضو أغيره أما روح بقى أشتري هداية حلوة بس يا طرق أشتريلها إيه أشتريلها حشان ده حلوة تكون براند ما أنا معايا فلوس كتير بقى واو الإسهورة ببعج بمبلغ كبير قوي كده هقدر أشتري كل اللي نفسي فيه وكل اللي أنا عايزاه أما أدخل بقى من باب الجنينة أشيل اللبس والهدية في الأودة اللي في الجنينة عشان محدش يشوفه هيا سارة اشتريتي حبيبتي الهدية المكتبة كانت مقفولة يا ماما وأنا خرجة تاني بقى ريحلة هبقى أعطي على المكتبة ممكن تكون فتحت هبقى أشتريلها ألم وخلاص ماشي يا حبيبتي أنا خرجة بقى يا ماما ريحة عند أروة طيب أقول لي بابا يوصلك آه لا لا يا ماما أنا عارفة الطريق مع السلامة طيب ما تتأخرش لك وخدي بالك من نفسك ماشي يا ماما سلام أكيد دي سارة اللي بترنك كرس أما رح أفتح لها إزايك يا أروة اتفضلي الهدية دي شكرا يا سارة ليه بس تعبت نفسك واشتريت هدية ولا تعبت نفسي ولا حاجة أنت صاحبتي ولازم اشتري لك هدية كويسة وبعدين قوليلي إيه الشياكة اللي انت فيها دي اللبس اللي انت لابسها دا حلوة قوي ولا الشانطة اللي معاكي تجنن عجبتني جدا اتفضلي يا أروة لو عجبتك خديها شكرا يا سارة انت طيبة قوي تعال دخلي أنا ويا رهنة إيه الشياكة دي البلوزة دي حلوة قوي واو يا سارة بجد انت شيك قوي والعقد اللي انت لابسها دا غالي جدا بس حاسة انه كبيرة عليك شوية يعني مناسب لمامتك أكتر كان المفروض تلبسي حاجة مناسبة لك أكتر أصلي أصلي ماما هي اللي اخترته وعجبها وصممت ان أنا ألبسه ما حبيتش أزعلها بقى هي زوقها مختلف عن زوق شوية أنا بقى يا سارة ماما بتسيبني أخطار اللي أنا عايزي أنا كمان ماما بتشاركني رأيها يعني ممكن تقولي دا حلو دا مش حلو بس بتسيبني أخطار يا بغتكم أنا بقى ماما بتحب تشتري لي حاجات كتير تكون عجبها هي ودايما دايما بتحب تشتري لي الحاجات الغالية مع اني بقولها يا ماما مش مشكلة بس هي بتصمم عارفة يا سارة أول ما شفتك في المدرسة كنت فكرة أن انت بنت بسيطة يعني كده ومش معاك فلوس تقدري تشتري حاجة بس أنا اكتشفت أن انت زوجك حلوة في اللبس وكمان معاك فلوس كتير زي أنا يعني أيوة طبعا يا بنتي هو عشان أنا قدمت في مسابقة المدرسة أبقى فقيرة لا أنا بس بحب المسابقات جدا وأحب دايما أفوز وأكسب بعتبره تحدي بالنسبالي يعني عارفة يا سارة أنت مرحة جدا وشخصيتك حلوة قوي شكرا شكرا يا بنات أنا مبسوطة أن اتعرفت عليكم ومبسوطة أكتر أن احنا هنبقى أصحاب ما أطلع نادي بقى الماما عشان تسلم عليكم أنا مش عارفة البنات التانين هم كمان اتأخروا كده ليه عايزين ندفل شامع بقى ونأكل الترطة طيب اتصل بيهم ياريت ما يتأخروش لأننا كمان مش هينفع أستنى كتير لازم أرجع البيت بدري طيب أنا هتصل بيهم وأطلع أقول لماما تيجي تسلم عليكم أيوة يا لوجي اتأخرت ليه كده يلا تعالي بقى عايزين ندفل شامع ونأكل الترطة وإلا هنعمل كل حاجة عام لما تيجي اتصل بقى بساندي ورنع وعد عليهم هاتيهم معاك يلا سلام باي مامي سارة صاحبتي تحت اللي قلتلك عليها ممكن تيجي بقى يا مامي عشان تسلمي عليهم قاضر يا أروه يلا يا حبيبتي أهلا أهلا إزايكم يا بنات نورت الحفلة شكرا لحضرتك يا طانت شكرا يا طانت أهلا وسهلا يا سارة أروه مبسوطة جدا أن انت بقيت من أصدقائها عايزة باركلك كمان أن انت كسبت المنحة ودخلت المدرسة شكرا يا طانت وعلى فكرة أنا بقى اللي مبسوطة أني سحبت أروه أصحابكم التانيين اتأخروا كده ليه يلا بقى عايزين ندفل شامع يا مامي أنا كلمتهم دلوقتي وهم مجايين خلاص نستنىهم مش شوية دول ولو تأخروا عن كده بقى هتطر أمشي لا تمشي إيه مش هتمشي لما ناكل من التارت ماشي سيدي يا سيدي على كل الهدايا دي يلا بقى يا أروه أفتحهم عشان نتفرج معاك إيه اللي موجود في الهدايا ماشي هفتح معاكم الهدايا بس انتو كده هتتأخر لا لا نتأخر إيه كفية أول حد كده أنا لازم أمشي ولا هنتأخر ولا حاجة أنا ممكن أوصلك في طريق لا لا ماينفعش أصلا لازم أمشي عشان ماما هتقولي تأخرت ليه وتزعل مني يلا سلم بقى طيب يا بنتي هنوصلك ما كده ولا كده أنت فترقنا لا لا شكرا بعد إذنكم يا خسارة مشيت كنت عايزة تتفرج معانا على الهدايا وبصراحة هي مسلية قوي بس بجد بجد صارة دي تلات عكس ما أنا كنت متوقعة خالص وأنا كمان كنت متوقعة أنها هي بسيطة وفقيرة صارة اتأخرت ليه كده أصل الحفلة كانت حلوة يا ماما والبنات ما كانوش عايزيني أمشي كانوا عايزيني أستنى معهم كمان لحد ما نفتح الهدايا ونتفرج عليها كلنا طيب ايه المهم اتبسطتي في الحفلة؟ جدا يا ماما بس قدت إيه الفلة بتاعتهم حلوة قوي وطنت مامة قروة يا ماما ست شيء جدا وزوق قوي ياريت يا ماما لو تتعرفي عليها وتبقى أصحاب أهم حاجة أن أصحابك طيبين ومش مغرورين يا يا ماما كان يوم حلو وانا اتبسطت قوي طب يلا بقى طلعه عشان دينام أنا فعلا عايزة نام وهضحى بدري عشان المدرسة تسبحي على خير وانت من أهل الخير يا ماما أما ادخل القوطة عند ماما اتطمن على المجوهرات لسه موجودة ولا ماما شالتها في مكان تاني كويس قوي شنطة الدهب والمجوهرات لسه زي مهي صباح الخير يا ماما صباح الخير يا سارة واحدة صحبتي عزمانا كلنا بعد المدرسة عزمكم كلكم إزاي كده؟ ده الأكل هيبقى غالي جدا ما هي غنية يا ماما ومعها فلوس كتير وهي يعني عشان معها فلوس كتير نخليها تعزمنا طيب بولك إيه بقى يا ماما اديني اللانشبوكس عشان نروح للمدرسة على الأموم يا سارة أنا موافقة أن انت تروحي بس أهم حاجة ما تتأخريش لا يا ماما مش هتأخر سلام إيه رأيكم يا بنات نتغذى كلنا مع بعض أنا عزميكم هتعزمينا بس انت كده هتدفعي كتير لا لا ما تقلوش يا بنات أنا معي فلوس كتير عايزين بقى نروح مطعم كويس يلا اختروا لنا إسم بقى هو أنت يا عزمانة بجد ولا بتعزري أكيد طبعا بتكلم بجد أنا استأذنت من ماما وهنروح بعد المدرسة يلا يا بنات بقى كل واحدة فيكم تطلب هي عايزة تاكل إيه هو أنت بجد بجد عزمانة ده إيه الكرم ده يلا يا بنات تطلبوا بقى ولا أقول لكم خلاص أنا اللي هطلب أنا هخليه جيب لنا كل الأكل اللي موجود في المينيو إتا معقول هتنزلي كل الأكل اللي في المينيو ده كتير جدا علينا أيوة طبعا يا بنتي أنا معي فلوس كتير جدا فلاص لو كده بقى نطلب براحتنا يلا يلا كلوا يا بنات ماشي بس المرة الجاية العزمان عندي أنا وأنا كمان هعزمكم هو أنتوا أحسن مني ولا إيه ها 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 لأ كلنا زي بعض مفيش حد أحسن من حد يلا يا بنات أشدكم بكرة بقى سلام يا بنتي طيب ما تستني سوي وصلك هو جاي دلوقتي أنا كلمته تاني ما قلت لكم أن البيت بتاعي قريب مش محتاج أن أنا أتلى بالعربية يلا سلام بجد السارة دي تلعت حاجة تانية أنا كنت فكرها مش كده ماما هو إحنا ليه مش أغنية؟ عشان ربنا خلق الناس مش داي بعضها وربنا ليه حكمة في كده بقى الفلوس بتعمل حاجات كتير قوي يا ماما هي يا أب تعمل حاجات كتير قوي بس الفلوس مش كل حاجة لا يا ماما بالنسبالي أنا شايفة أن هي كل حاجة أو أنت وبابا مش معاكم فلوس خالص؟ فلوس منين؟ يا دوب المرتب بيكافي ياه كان نفسي يبقى معاكم فلوس كتير يلا بقى أنا أطلع قطي أرتاح شوية عشان أعود أزاكر والله أنا خايفة وألقان عليك أوي يا سارة خايفة المدرسة دي والمستوى اللي البنات فيه يأثروا عليك وعلى عقلك أنا لازم أشترك في نادي الظهور مش هينفع البنات كلهم يبقوا مشتركين وأنا لأ أنا لازم أخد عقد كمان أو أسورة من الشنطة اللي ماما شايلها عشان أقدر أشترك في النادي هي دلوقتي مش هتاخد بالها أنا هروح أقضوا من القوضة من غير ما تحس بكرة بقى قد الفلوس لأروه عشان تعملي اشترك في النادي بس أنا ما كنت شعرف إن بابا وماما بخل قوي كده بخبهم مني الفلوس بس حصد الحلوة بقى خلانا اكتشف الفلوس فين أنا متشكلة ليك يا أروه إنك عملت الاشتراك هنا في النادي أنا مقدتش متخيلا من النادي كبير قوي وحلو كده إحنا بنجي هنا كل أسبوع يعني بنغير جوه ونعود نتكلم مع بعض خلاص اعتبروني هنا معاكم كلما تبقوا جايين النادي ابقوا تصلوا بيا عشان نجي معاكم أنا كمان طب يلا بقى نطلب العيض كريم ألوه إزايك يا مونة؟ إزايك يا نهلة أخبارك إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي وصارة أخبارها إيه؟ كويسة الحمد لله عايزة أقولك خبر يا نهلة وقولي يا مونة خير أنا أخدت أجازة وهنزل عود أسبوعين بجد يا ريد ده أنت وحشاني جدا ده أحسن خبر سمعته حجزتي الطيارة خلاص؟ أيوة خلاص يا مونة هستنكي في المطار ماشي يا نهلة وقولي لسارة إن أنا جبت لها الهدايا اللي هي عايزها ليه بس كده وتعبى نفسك وكلفت نفسك؟ ولا كلفت نفسي ولا حاجة سارة زي بنتي بالضبط متشكرة قوي يا مونة أما طلع بقى أتطمن على شنطة الدهب والمجوهرات بتاعتها عشان أما ترجع أكيد هتبقى عايزيها إيه ده؟ يا دي المصيبة يا دي المصيبة بيه حاجات كتير نقصة من الشنطة راحت فين؟ أنا متأكد أن الشنطة كانت زي ما هي أنا محركتش الشنطة من مكانها معقول معقول يكون حرامي دخل البيت لأ بس مفيش حد دخل البيت خالص بقى كده يا مجدي معقول تكون إنت اللي أخدتهم بايب ليه كده بس يا مجدي ده مفيش حد يعرف السر ده غير أنا وإنت أنا لازم أتصل بيه عشان ييجي حالا هلو؟ أيوة يا نهلة أيوة يا مجدي ممكن تيجي حالا فيه إيه يا نهلة حصل حاجة؟ أيوة حصل مصيبة يا مجدي لازم تيجي دلوقتي تعالى فيه إيه يا نهلة خضتيني حصل حاجة؟ أيوة يا مجدي بقى أحكي لك على الشنطة اللي شايلها عندي مونة تيجي إنت تسرقها؟ أسرق إيه وكلام فاضي إيه؟ إيه اللي أنت بتقولي ده؟ ما أقول أنا أسرق ما هو محدش يعرف السر ده غيري أنا وإنت بس إنت تجانينتي ولا إيه يا نهلة؟ وبعدين قوليلي إزاي الشنطة دي تسرق؟ فيه حاجات كتير مسرقة من الشنطة وأنا مش عارف أعمل إيه دي مصيبة دي أكيد هتقول إن أنا سرقتهم وممكن تدخلني السجن إزاي الحاجات دي تسرقت؟ ومفيش حد غريب بيدخل البيت والسر ده مفيش حد يعرفه غير أنا وإنت معقول تكون سارة هي اللي أخدتهم سارة؟ لا مش ممكن طبعا هي متعرفش حاجة عن الموضوع ده ولو حد تعرفت مش ممكن تاخده أنا غلطانة إن أخدتهم وشلتهم عندي يا ترها تعمل إيه لما تعرف؟ أنا مش عارف أفكر مش عارف أنا معليكم إزايك يا بابا؟ إزايك يا ماما؟ إيه ده؟ هو أنت زالنين لي كده؟ هو خصل حاجة؟ أيوة إيه سارة مصيبة خير يا ماما؟ هو إيه اللي حصل؟ طنت مونة كانت سايبة شنطة المجوهرات بتاعتها عندي أشيلها لحد ما ترجع من السفر ولقيتها ناقس منها حاجات كتير مش عارفة إزاي تسرقت إيه؟ يعني الشنطة اللي كانت في الدولاب دي؟ شنطة طنت مونة مش الفلوس بتاعت بابا وماما؟ يا دي المصيبة يا خبر يا ماما يعني طنت مونة كانت شايلة معاكي شنطة فيها مجوهرات والمجوهرات ضاعت للأسف أيوة أجيبهم منين ولا رجعهم إزاي؟ دي لو جات وعرفت هتبقى مصيبة أكيد هتدخلني السجن سجن إيه بس يا ماما؟ لا لا ما تقوليش كده خلاص يا نهلة احنا لازم نقولها الحقيقة وانه لها انه هم تسرقوا نقولها انه هم تسرقوا بالبساطة دي؟ أكيد هتكون عايزاهم طب لازم حتى نتسرف في فلوسهم ونرجعهم له ونقولها ان فيه حرامي دخل البيت وسرقهم بس هي أكيد مش هتصدق الحكاية دي أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنا مش عارفة أعمل إيه؟ آه بس لو عارف إزاي يختفوا أساعد ماما إزاي؟ هي كده ماما ممكن تدخل السجن أكيد طنط مونة مش هتزكت بس أنا مش قادرة أقولهم الحقيقة مش عارفة ممكن يعملوا إيه؟ لأنا بقيت حاجات كتير قوي ياردني ما فتحت الدولاب ولا شفت الشنط طيب على الأقل كانت ماما ممكن تقولي إن هي الشنطة بتاعت طنط مونة أكيد ما كنتش هاخدها أعمل إيه وتصرف إزاي؟ ممكن تقولي لي مالك يا سارة بقالك كم يوم كده حزينة ومش بتتكلمي معانا خالص مفيش حاجة يا أرو لا يا سارة أنا متأكدة إن في حاجة مزع عليك ومضيقك مش إحنا أصحاب اتكلمي معايا ممكن أقدر أساعدك في مشكلة كبيرة قوي بسبب المشكلة دي ماما ممكن تدخل السجن إيه؟ السجن؟ ليه؟ هي مامتك عملت إيه؟ ماما مسكينة ما عملتش حاجة أنا اللي عملت كل حاجة أنا اللي غلطانا يا بنتي أنا مش فاهمة حاجة ممكن تحكيلي أنا هتكلم معاك يا أرو وهحكيلي كل حاجة بس عايزة الكلام ده يفضل سر ما بيننا إحنا لاتنين بس مش عايزة حد تاني من البنات يعرف طيب خلاص بعد الحصة نقعد نتكلم لوحدنا ممكن بقى تفاهميني خصل إيه؟ أنا سرقت مجوهرات تم تم ونسها بتماما إيه؟ إيه اللي انتي بتقوليه ده؟ أنا مش فاهمة حاجة يا سارة أنا كنت فاكرة إن المجوهرات دي بتاعت ماما ومخبّيها مني ومش عايزاني أعرف إن هم معهم فلوس ومما دخلت المدرسة هنا لقيت نفسي أقل وحدة في البنات كلكم بتلبسوا حلوة قوي ومعاكم فلوس كتير وبتاكلوا أحسن أكل حبيتها بقى زيكم وعيش حياة الأغناء أخدت كم حقت وكم أسورة وبعتهم والفلوس أنا صرفتها اشتريت لبس كتير واشتركت في النادي وعزمتكم كذا مرة على الأكل كنت أعيزكم تعرفوا إن أنا زيكم متحبوني كنت خايفة أقعد في المدرسة دي وبقى وحيدة وماليش أصحاب معقول يا سارة تعملي كده أنا مظلومة فيك بجد صدقيني أنا كنت فاكرة الفلوس دي بتاعت بابا وماما حتى لو بتاعت باباكي ومامتي ما ينفنش تغديها كان ممكن تسأليهم عليها مش وقت عتاب دلوقتي المشكلة اللي بفكر فيها إزاي ماما تديها فلوس الحاجات دي عشان ما تدخلش السجن طيب يا سارة أنا هحاول أساعدك بس لازم تكوني عارفة إن اللي عملتي ده غلط جدا أنا هتكلم مع مامي في الموضوع ده وهي أكيد هتلاقي لك حل نفسي ألاقي حل قبل طنطم أنا ما ترجع من السفر إزايك يا مامي مالك يا أروة شكلك زعلان ليه كده حصل حاجة في المدرسة سارة صاحبتي يا مامي بعض مشكلة كبيرة وما فيش حد هيحلها غيرك مشكلة؟ مشكلة إيه؟ أنا هحكي لك يا مامي ما أقولي الكلام اللي أنا بسمعه ده إزاي سارة تعمل كده؟ هي يا مامي ما كانتش تعرف إن الحاجات دي مش بتاعتهم حتى لو بتاعت باباها مامتها ما ينفعش تعمل حاجة زي كده أبدا أنا صعبان علي مامتها اللي ممكن تدخل السجن بسبب حاجة زي دي يا مامي ما هي ما كانتش تعرف إن الحاجات دي مش بتاعتهم أنت لو شفت الحالة اللي فيها سارة دلوقتي هتسعب عليك قوي طيب يا رد بقى تكلمي سارة وتخليها تيجي عايزة تكلم معاها عادر يا مامي بس أرجوك أنت تقدر تحللها المشكلة ماشي يا أروه هساعدها إزايك يا أروه؟ أهلا يا سارة ادخلي هي لسه المشكلة ما تحلتش لسه ده مبلغ كبير وبابا مش هيقدر يدفع الفلوس دي كلها وكمان أنا ما قلت لهمش إن أخدت المجوهرات طيب يا سارة استنى ما أطلع نادي لمامي مامي سارة موقودة تحت طيب كويس أما أنزل أتكلم معاها أرقوك يا مامي هي متضايقة جدا وزعلنا وندمان على اللي هي عملته بلاش تخليها تتضايق أكتر لازم تعرف غلطها عشان ما تكرروش تاني هي ما حستش إن هي هتقذي مامتها يا مامي قلتلك ما كانتش تعرف إن المجوهرات مش بتاعتهم طيب يلا ننزل نقابلها إزايك يا سارة الحمد لله يطمت سارة انت عارفة إن اللي انت عملتيه ده غلط جدا إزاي تفتحي الشنطة وتاخدي حاجة مش بتاعتك معه أنا كنت فاكرها بتاعت ماما حتى لو بتاعت ماما ينفع تاخديها أنا فعلا غلط ولو بإيدي أسلح الغلط ده كنت عملت كده ياريتني أقدر أرجع المجوهرات اللي باعتها على العموم يا سارة أنا هساعدك عشان ممتك المسكينة دي اللي ممكن تدخل السجن وهي مظلومة بجد يا طنط هتساعديني أنا متشكلة لك يا قوي بس هتعمل إيه أنا كان معي مبلغ كبير كنت هطلعوا للجامعية الخيرية بس بدل ما طلعوا بقى هساعدك بيه هنروح المحلات اللي انت بعدي فيها المجوهرات ونشتريها تاني بجد بجد مش عارف أقولك إيه انت قطيب إنسانة في الدنيا كلها بس أنا لازم أقابل باباك وممتك واحكي لهم كل حاجة لا يا طنط هارجوكي أنا مش عايزهم يعرفوا حاجة زي كده هيتصدموا فيها صدمة كبيرة قوي أنا خلاص عرفت غلطي ومش ممكن أقرر حاجة زي كده أبدا أنا عارفة إن غلطت غلط كبير قوي أستهل العقاب عليه بس الحالة اللي أنا فيها دلوقتي هي دي أكبر عقاب وخوفي على ماما ما خليني مش عارفة أنام لأن طنط مونة مهما كانت صغبة ماما وبتحبها مش هتقدر تسمحها على المجوهرات اللي أنا أخدتها ومش هتصدق إن ماما ما عملتش كده خلاص يا صار هنروح نشتري مع بعض الحاجات اللي أنت باتيها وتتصرفي بقى وتعملي بقى إن أنت بتدوري عليهم في البيت ولاقتيهم متشكرة أو يا طنط أنا لو فضلت أشكرك طول عملي مش هيبقى كفاية مش قلتلك معمي حبابتي هي اللي هتحلل المشكلة أما أدخل بقى واحدة واحدة من غير معمى ما تشوفني وخط الحاجاتي في الدولاب وعمل إن أنا كنت بدور عليهم ولقيتهم معمي حبابتي أنت لسه حزينة وزعلانة دي مصيبة كبيرة يا صار مش عارفة أعمل إيه أنا وباباكي بنحاول نجمع فلوس عشان نديهم لها بدل الحاجات اللي تسرقت يا ماما أنا متأكدة أن الحاجات دي موجودة ما تسرقتش ولا حاجة إزاي بس أنا دورت في كل مكان طيب يا ماما بعد إذنك أنا هحاول أدور تاني وأنا إحساسي بيقول إن إن شاء الله هنلاقيهم أنت ياكيد ما دورتش كويس لا دورت كويس طبعا أنا دورت في كل مكان أنا هطلع أدور تاني يا ماما يا رب تلاقيهم يا بنتي أنا هعمل إن لقيتهم هنا وندي على ماما يا ماما ماما في إيه يا سارة أنا لقيتهم يا ماما لقيتهم في الدولاب تاني زي ما كانوا بجد بجد يا سارة مش ممكن ادخل يشوفي بنفسك يا ماما إيه ده ده بجد طب إزاي أيوة يا مجدي الحمد لله لقيتهم إيه بتقولي إيه يا نهلة يعني خلاص المشكلة تحلت أيوة يا مجدي الحمد لله يا يا مجدي ده كان كبوس وصحيت منه الحمد لله يا نهلة بس إزاي لقيتهم لقيتهم في مكان ما كنت شايليهم تخيل حاجة غريبة قوي ده احنا دورنا كويس جدا مش عارفة مش مهم بقى المهم إنه هم مقودين والحمد لله مش أدخل السجن أيوة الحمد لله مع السلامة يا مجدي مع السلامة يا أخيرا يا ماما لقيتك فرحانة ومبسوطة الحمد لله يا حبيبتي أنت مش متخيلة كنت حاسة بإيه لا متخيلة شكرا